ثلاث ملايين محتمر خلال الشهر الكريم موسم استثنائي لأداء مناسك العمرة تسهيلات وضعتها سلطات السعودية جعلت أعداد المحتمرين ترتفع لتمحو صورة سنوات عجاف أصابت موسم الحج والعمرة بسبب انتشار الجائحة على الرغم من الارتفاع القياسي في تكلفة العمرة للجزائريين هذه السنة إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على حدز أماكنهم لأداء المناسك لا سيما خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل بالتزامن مع العشر الأواخر ليصل العدد إلى أرقام كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية هذه السنة كان الإقبال كبير للسعودية وكانت من طرف السعودية كانت تسهيلات كبيرة ومن أصله كانت هذه العام السعودية دارت توسيعات كبيرة في مكة المكرمة على بها كانت إقبال كبير وبعد عامين من كورونا الناس كانت عندها شتياق كبير باش تزور المكة المكرمة على بها كانت كين إقبال كبير لغم أنه كانت أسعار متزايدة شوية هذه السنة كانت كين إقبال كبير يعني كنا كما نقوله طلب العرض كانت بالنسبة كبيرة ما تغير كان العرض عندنا شيء في الجزائر قليل بسبب نقص شوية الخطوط ومنها لكن كان طلب كبير والناس توفدت يعني بشدة هذه السنة لأنه كان فيه سهيلات كثيرة خصوصاً مع الفيزا السياحية اللي يفتحوها جديدة في سعودية يعني الموضوع كان جيد سهد سنة في العمراء الحمد لله صح الأسعار تكون شيئا متزايدة عن المعتاد بسحكين إقبال كبير لأنه العرب قتلك والجزائرين خاصة يعتبروها حجة تسود الأجواء الروحانية بأداء الصلوات المفروضة وصلة القيام والتهجد في رحاب البقاع المقدسة التي عادت إلى سابق عهدها بعد سنوات عجاف تسببت فيها جائحة كورونا